اشتركوا في القناة زيه وزي غير المسيحي عنده كامل الحرية انه يعيش زي ما هو عاوز عاوز تعيش في الخطيئة عيش عاوز ترفض الدين او العقيدة وتعيش بلا دين ارفض قررت انك تنكر الاله وتكون ملحد من حقك ورب الاله نفسه اعطاك الحرية انك تكون اللي عاوز تكونه هنا على الارض لكن مش من حقك بل انه مرفوض تماما محاولة شرعنة رغباتك وسلوكياتك او فرضها على الجميع ان كنت حضرتك رافض تطبق وصية المسيح انك تحب حتى الاعداء ومش عاوز تحب زوجتك فدي مشكلتك بتحارب الكنيسة ليه ليه عاوز من الكنيسة تشرع لك الطلاق انت خلفت وصية المسيح وعاوز تفرض على الكنيسة انها تخالف هي كمان الوصية لو في حد مش عاوز يطبق وصية ضبط النفس واطلق العنان لشهواته هل مطلوب من الكنيسة انها تخالف تعاليم المسيح وتشرع تعدد الزوجات لكن لو كل واحد فينا التزم بتعاليم المسيح السامية الطاهرة الكاملة لا بنعاني ولا بندخل في مهاترات خلينا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة قيمة الزواج بين المدني والكنسي طبعا احنا النهاردة بنكمل اللي بدأناه الحلقة السابقة في موضوع الزواج وحنرحب بوحيد وطبعا هناخد تذكير بالحلقة اللي فاتت عشان الأحباء اللي ممكن ما يكونونش تابعوا معنا الحلقة اللي فاتت أهلا بك يا وحيد أهلا فدوة وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياتكم جميعا هناخد تذكير النهاردة في البداية بالحلقة اللي فاتت عشان منها وننطلق لحلقة النهاردة ونكمل الموضوع تمام بنعمة الرب الحلقة السابقة كنا أساسا كان فيها ثلاث محاور نعم وكانت بخصوص الرد على الدكتور خالد منتصر فيما تبناه من مقال وده كان المحور الأول خلصنا منه وبنعمة الرب النهاردة حيكون باقي لنا محورين محور تعليقنا على المقال نفسه الذي تبناه الدكتور ونشوف هل هذا المقال يعني يصلحا يعني يعمم على المسيحيين كما تقترح الأخد فيبي ولا ولا ما يصلحش نعم بناء على ذلك إن كان لا يصلح ما هو إذن المفهوم المسيحي للزواج وذا سيكون بنعمة الرب المحور التالد بتاعنا فإذن النهاردة نحن ندخل في المحور التاني وهو التعليق زي ما وعدنا الأحباء المشاهدين الأسبوع السابق إننا حنعلق على المقال نعم نعم اتفضل لو جاهز أبدأ بنعمة الرب القدير ده كان التلت محاور بتاعتنا المرة السابقة كان التعليق على الدكتور خالد منتصر وذا خلصناها نأتي اليوم لتعليق على المقال ومفهوم الزواج المسيحي إذن ده موضوعنا الآن المحور التاني التعليق على المقال عشان يكون معي المشاهد أنا جبت أبرز النقاط في المقال النقاط الهمة سأحطها وأقرأها مع المشاهد واحدة واحدة وبعد كده نحن نشوف تعليقنا عليها شكله إيه تفضل كتبت الأخت في بي قالت قرأت خبر أن الطوائف التلاتة المسيحية اعترضت على موضوع الزواج المدني زواج بالشهر العقاري بدون قسيس وطالبت الدولة بمنع إقراره مستغلة المادة الثالثة من الدستور بعدين بتقول أولا مش هقول الخبر صدمني لم يعد يزعجني ما يخرج من المؤسسات الدينية بداية نحابب أعرف المشاهد ما الذي تقصد بأن الكنيسة رفضت الزواج المدني الكنيسة رفضت الزواج المدني الوحد أنه يكون هو بس الذي يعبر عن الزواج وما فيش حاجة يسمعها زواج مسيحي نعم أي دين حيرفض كذا ما فيش عقيدة في العالم لا توجد عقيدة في العالم عندها زواج بدون مراسم خاصة بهذه العقيدة صحيح لا توجد فإزاي يتم يعني ما الذي كنت تتوقعينها أخت فيبي أن المسيحيين يلغوا الزواج المسيحي ويكتفوا فقط بالزواج المدني ويقولوا الزواج المدني رائع أتاري إحنا ما كناش يعني فهمين كنا غلطانين متمسكين بالزواج المسيحي الكنسي لا الزواج المدني أحسن لا أنه فيه أنت مش ملزم يعني ممكن تتخلص من شريك حياتك زي ما عاوز في أي وقت بدون تعقيدات بدون التزام بشروط معينة موجودة في الزواج المسيحي هذا لأن الزواج المدني مجرد عقد نعم ليس عهدا كما سأشرح في المسيحية ممكن شخص يقول لي لا أنا بعاهد المرأة بتعاهد المرأة على إيه على أنه زواج أبدي ما فيهوش انفصال ما فيهوش طلاق بتعاهد عليه بعدين ليس معنى أنه عهد أنه عهد فقط بينك وبينها عهد معناها بينك وبينها والعهد قائم على الله في الوسط هو العهد معه أيضا فهو نكسالس يدخل في العهد فإذن الموضوع أنه هي تطالب بمسح لغي الزواج الكنسي بيش عايزها انت حر لا أحد زي ما أنت ذكرت في المقدمة يجبرك على شيء لكن لماذا تريدين أن تجبر الكنيسة على رأيك هذه الجزئية اللي حضرتك ردتها في مقالك أكثر من مرة كما ختمت بذات الفكرة المكررة في المقال كتير وفي آخر كتبت آلة كده يعني أنا حربط الأول بالآخر وعدين أجي إلى الوسط يعني كتبت في آخر المقال الخلاصة من حقك عزيزي أن تؤمن بما تريد لكن تبقى مجرم لو استغلت هشاشة الدولة المصرية وديها رجع لها لأنه هي ربطتها بالدول الخارجية يعني وأنها مش مدنية لمحاولة فرض أراءك بالعافية على الآخرين هو مين اللي عاوز يفرض دلوقت رأيه هنا ما هذا التناقض لما هو من حقي أؤمن بما أريد فلماذا الإنزعج أنت من حقك تؤمن بما تريد ليه بتطلبي أنه المسيحيين يخضعوا لي رأيك وأنه أنتوا ليه متمسكين أو الكنيسة تخضع لرأيك ليه متمسكين بالزواج المسيحي يبقى أنت اللي بتريدي فرض المدني وحده الزواج المدني وحده على المسيحيين أنت اللي بتفرضي عايزة تفرضي ده بالقوة لا أنت مش عاوزة براحتك بليتي مرة أسيس قال لك أمنعك أنك تروح تتزوجي مدني ما بيقول لك يش في شماس قال لك أمنعك تتزوجي مدني ولا ما أحترامي لقداسة البابا يقول لشخص لا أوعك تتزوجي مدني ما منوع ما بيقول لك شكدا وفق المنظومة المسيحية آه بنقول لك ده خطأ إذا أنت بتنتمي إلى الكنيسة بنقول لك ده ليس ضمن نظام الكنيسة عاوز تكسر نظام الكنيسة يكسره راحتك روح بس لا تأتي به بهذا الزواج المدني فقط لوحده لتفرضه على المسيحية جزئية اللي ربما حضرتك لا تعرفيها من يقوم بتوثيق الزواج المدني الأسيس نفسه تخيلي يعني هي بتقول أنتوا ليه يعني الزواج المدني مرفوض لا إحنا ما نرفوضش الزواج المدني الزواج المدني تكميلا للزواج الكنيسي نعم احترام الكنيسة للقوانين الوضعية احترام المسيحين لهذه القوانين نعم ده حتى بالمناسبة لما بيكونوا في زوجين بيتزوجوا بيروحوا يحبوا يقضوا شهر العسل قبل أن يتم اشهار ده في الشهر العقاري قبل أن يسجل مدنيا بيروحوا بعقد العقد الزواج الكنيسي نعم معترف به في كل الفنادق الموجودة في مصر كل الفنادق بيروح بعقد الكنيسة أدي مراتي وحنقض شهر العسل معترف به القسيس من يأخذ هذا العقد بنفسه ويروح للشهر العقاري ليوسقه ويبقى فيه زواج مدني للشخصين دول نعم ويتعايزين إيه لما الكنيسة نفسها تذهب وتوسق الزواج المدني هيا اللي بتعمله يبقى أنتوا إزاي عايزين تلغوا الزواج المسيحي يلغى ويكون فيه بس زواج مدني بعدين بتقولها شاشة الدولة ليه هو بره في الدول العلمانية العملاقة ما فيه زواج ديني ما المسيحين بتزواجه في الكنيسة بره مين اللي قال ما بيعملوش كده ما البوزي بره بتزوج في الغرب بتزوج بطريقة البوزية والهندوسي والمسيحي وبيروح ويوسقه ده في الدولة إيه علاقة الهشاشة الدولة هنا أو هنا كلام مش مظبوط الكلام خطأ ولا بد أنه يعرف أن الكنيسة من تقوم بتوثيق الزواج المدني فإذن الجزئية الأولى من حقي أني أؤمن ومن حقك أنك تؤمن أنا متفق معك في الخلاصة بتاعت حضرتك زي ما أنت مش موافقة أنك يفرض عليك إذن لا تفرضي على الكنيسة نعم صحيح ما فيش حد زي ما أنا قلت الحلقة السابقة شخص بينتمي لمؤسسة مؤسسة العسكرية مؤسسة نقابة الأطباء نقابة المحامين مش عايز أكرر نفسي نعم ويأتي ويقول لهذه النقابة أو هذه المؤسسة أنا أريد أن أنتمي لكم ولكن في شرطين أنا مش موافق عليهم نعم تقبلوا شروطي صحيح لن تقبل لن يقبل هذا المشارك الجديد سيرفض تماما هذه الشروط حضرتك إبلتي أنك تنتمي إلى الكنيسة المرحب بس ما فيش انتقائية أنا أقبل دي من وصائل المسيح وأرفض دي أقبل دي من التعاليم وأرفض دي أقبل المعمودية وأرفض الزواج مش موجود الكلام ده قبلتي بنقبل كل التعاليم مرة واحدة بالذات العقيدة ليس فيها انتقائية هذا كان جزء الأول من المقال تنتقل تقول ثانيا أنا آخر علمي أن المسيح أرسل تلاميزه للكرازة وأوصاهم اشفوا مرضى أقيموا موتى عمري ما أريد أنه أوصاهم يجوزوا الناس لا وكمان إنهم بس لهم هذا الحق وإن ما ينفعش حد يتقوز من غير تصريح منهم حد أراها في أي من تعاليم المسيح حد أراها في أي جزء من الإنجيل يبدو أن النوعية التي عندنا نظرا لأنها غير قادرة على شفاء المرضى وإقامة الموتى فتفرغت للسيطرة والهيمنة آخر العلمك مش مقياس للحقيقة لأنه آخر علمك ناقص في هذه الجزئية في حضرتك مش عارفة كل شيء وفي أخطاء لا يقع فيها مسيحي فاهم لمسيحيته يا أخطاء لا يقع فيها مسيحي فاهم لمسيحيته حضرتك ببساطة خلطي بين اللاهوت التبشيري واللهوت الرعوي ودي قيم بسيطة خليني خليني أفصل هذا الكلام حتى لا يكون في قوالب المصطلحية أبسط قيم الثقافة الدينية أنا أوجه للدكتور منتصر قال أنها يعني مثقفة وإعتبر أن هذا هو الحقيقة أنه حد ما يكون عارف الفرق بين الرسالة التبشيرية والرسالة الرعوية أديني أديني بسط يعني طبيعي المبشر هي بتتكلم عن تلاميذ المسيح نعم تلاميذ المسيح أول ما يكلموا الوسانيين يا ترى سيطلبوا منهم أن يعلمهم مراسم الزواج وهم وسانين تعالوا نزوجكم في الأول المسيح سيبعث التلاميذ وقلهم روحوا علمهم الزواج أزاي ولا في البداية يقدم لهم رسالة الخلاص الفدائية بالمسيح يسوع طيب آمنوا بالمسيح بعد ما بقى آمنوا بالمسيح يا ترى مفروض يلتزموا بالزواج المسيحي ولا يعيش في وثنيتهم ونظامهم الوسن القديم هذه أمور بسيطة لما حضرتك تقولي المسيح ما بعدش تلاميذه عشان يزوجه الناس كلام يعني يعني سطحي جدا جدا هذا الكلام سطحي يعني واحد كان وسني وبقى مسيحي عادي ممكن يتزوج مع زوجته مثلا ويبادل زوجته ما الوسنية فيها كده نعم ممكن يبادل زوجته بزوجة أخرى هي دي حياة المسيحيين ولا بقى مسيحي ها يلتزم بالتعليم المسيحية ها يلتزم بالتعليم المسيحية التي استنبطها وفاهمها المسيحيون الأول إلى اليوم من تعليم المسيح يعني هي بتقول حد أراها في تعليم المسيح يبقى حضرتك ما تعرفيش إن المسيح تكلم عن الزواج المسيحي مسيح له كل المجد وضع المبادئ الأساسية للزواج المسيحي وتكلموا جاب من آدم من آدم وحو جاب الكلام فبالتالي هذه المبادئ الأساسية فهمها المسيحيون الأول لأن الزواج اللي عاشته الكنيسة المسيحية خلال السنوات الطويلة والله أنا سأقدم عليه بنعمة الرب بآيات من الكتاب ما هو الشيء استنبطون مسيحين النهاردة هذا الزواج المسيحي القائم منذ القديم بعدين لو هي أرت يعني الرسائل الرعوية الإنجيل الأعمال الرسل الرسائل ده كله في الكتاب المقدس يعني كله ده في الكتاب المقدس ده كتابنا العظيم في الكتاب المقدس ما هو فيه الرسائل الرعوية وحي مقدس نؤمن به ما هو فصل وكلم تكلم في الزواج في أمور كثيرة جدا ما قالش أنه الزواج مقدس وطاهر وعهد لم يقل هذا الكلام الكتاب بعهديه لا الكلام موجود وستسمعينه اليوم بنعمة الرب يسوع إذن الرسائل الرعوية فيها الكثير عن الزواج يبقى إذن كلمة أن المسيح لم يرسل تلاميذه ليزوجوا الناس ده كلام بعيد عن الموضوع لأن المسيح يرسل تلاميذه ليعرفوا الناس الخلاص بقوا مسيحيين يبقى تعالوا نعلمكم تعاليم المسيح وده وضع عادي وعام يعني حتى للدكتور خالد وهو مسلم هو الداعية الإسلامي عنديكو لما بروح يعمل دعوة للإسلام في أي مكان فيه ناس غير مسلمين بيجي لهم تعالوا علمكم الزواج بتاعنا إزاي ولا بيجي مثلا حسب معرفتي يقول لهم الإسلام خاتم الرسول رسول الإسلام وخاتم الكتب والوحي الأخير وجاء يخرج الناس من الظلمات إلى النور مش ده الكلام لحد ما يؤمن آمن بالإسلام بعد كده بيلتزم ببنود الإسلام ومنهج الإسلام ولا على كيف بقى يقول لا أنا بس خلوا بالكم أنا جاي بأفكار أخرى أفرض على الإسلام إذن كلام الأخت فيبي عن تلاميذ المسيح الذي تبناه الدكتور منتصر خاطئ يخلط بين اللهوت الرعوي واللهوت التبشيري طيب معلش يعني عشان أحباء المسلمين ممكن ما يعرفوش أو ما يعرفوش كلمة الرعوي يعني رعوي اللي هي الخدمة فيها جانبين تكلم عنه من ربيع صحفي لوقة 17 في المسل بتاع العبد الذي يأتي من الحقل كان يرعى أو يحرس فالحرس هو تقليب أراضي جديدة ذا التبشير نعم الرعاية هو رعاية مجموعة موجودة عندك فالتبشير معناه أنت بتروح خارج الكنيسة نعم يبشر الرعوي يعني داخل الكنيسة مجموعتك الناس المؤمنين في المكان في البلد ده اسمه الرعاية لترعى الناس اللي أساسا مسيحي إذن لما يبقى مسيحي هانا يجي نكلمه عن الزواج هو لابد أنه يلتزم بالزواج طالما يلتزم أنه هو مسيحي مش هيجي يقول لها بس خلوا باركم أنا مش عايز زواج مسيحي عايز أنا زواج مدني بس نعم بنعلمه لا الزواج ده شيء مقدس في المسيحية وشيء نؤمن أن روح المسيحي يحل هناك ليجمع الإسنان إلى واحد يبقى الرسائل الرعوية فيها الكثير ده كان فيه ثانيا بتقول النوعية اللي عندنا نظرا لأنا غير قادر على شفاء المرضى مين اللي قالك؟ لو حضرتك بعيدة عن كنايس ما لا روحي فيه كنايس كثيرة ربنا مدي ناس مواهب شفاء شفاء المرضى ده مش شغلانة شفاء المرضى موهبة ممكن عالم عظيم في المسيحية بس ربنا مش مدي له الموهبة دي لكن يعطي واحد بسيط زي سمعان الخراز ينقل جبل المقطم وكانوا المسيحين موجودين والبابا موجود لكن استخدم الرب هذا الرجل البسيط عشان يقول لهم أنا بضرب جلياد بدوود الصغير الكبار دول سعيبوا من الموضوع آخر ربنا بدي مواهب إذن هذا ثانيا أما ثالثا فقالت هافترض فعلا إن ده هدف المسيح هو أساسا أساسا أقام تلاميذ ليقيموا مراسم الزواج وأرسلهم للمدن لهذا الغرض وقال لهم جوزوا الناس طيب هل يحق لرجال الدين أن يفرضوا هذا على الناس بالعافية افرض واحد مش مقتنع ومش عايز تتجوز كنسي هل يحق ليك تفرض قناعتك عليه بقوة القانون لا والقانون في مصر وما بيقولش لواحد عايز الزواج مدني بس ممنوع لا القانون ولا الكنيسة عايزة الزواجي حضرتك أو اللي أنت بتقصديهم مدني روح بس أوعه تأتي بالزواج المدني وعايز تفرضه على الكنيسة على المسيحين ده أنت اللي بتقولي ما تفرضوش على حد عايزة تفرضيه على الكنيسة ليه خرص ده إحنا اللي بنوسق الزواج المدني شايف يا دكتور خالد واخد بالك من أنه بحاجات بسيطة جدا تعتبرت أنه الكلام ده صح الكلام مش صح مين اللي بيمنح حد يروح الزواج مدني روح بتقولي ما نفرضوش عليك ما فيش حد يفرضو عليك روحي حضرتك الزواج زواج مدني زي ما عايزه بس إبعك تيجي تقولي أنا عندي بعد كده حاجات عايزة أفرضها على الكنيسة الزواج المدني وما يدبعوه ومش هينفق بتقول افرض واحد مش عايز مقتنع ومش عايز يتجوز كنسي هل يحق ليك تفرض قناعتك عليه بقوة القانون ما شفتش الكنيسة مرة قالت أنه ما تزوجوش حد مسيحي مدني روحي الزواج مدني بس إحنا مش ملتزمين به عايز تنضم زي ما قلت لنقابة الأطباء لا تخترع شرطا ليس في هذه النقابة ثم تأتي لتفرض عن النقابة مش موجود طيب خليني أسألك هي ايه مشكلتهم أنا بغض النظر عن فيبي أو غيرها الفئة دي اللي هي مش عاوزة الزواج الكنسي أو المسيح ايه مشكلته أن هو يروح للمدني ويعيش خلاص مشكلته ايه؟ أشكرك بصراحة ده سؤال حل مع أنه أنا مش حاطه خالص اطلاقا بس هي جزئية روحية كونه هو عايز يمشي الكنيسة على حسابه فهو يعلم ضميريا أنه اللي بيعمله غلط وعاوز ياخد شرعية ليريح بها ضميره أنه الحمد لله الكنيسة قابلتني فأنا ماشي صح أنت مش ماشي صح وعلشان كده الكنيسة لا يمكن أنها تقبل هذا الأمر فهو عارف طالما هو خارج هذه المؤسسة المسيحية الكنسية هو عايش بهواه بأراءه بفكره وبالتالي طالما هو خارج هذه المنظومة الدينية اللي هو بينتمي لها المفروض بس هي مش قبلها بشروطه هو مش مرتاح ضميريا حاسس أنه فيه خطأ طيب يعني أنا أفهم كده أنه النهاردة الناس اللي بترفض خليني أقول السلطة المسيحية أو النظام المسيح النظام الكنسي أنت بترفض وفي نفس الوقت أنت عاوزهم هما يوافقوا لك على اللي أنت فيه أو يقبلوك ده هي فكرتك كده يعني أنت بترفض نظام الكنيسة بس في نفس الوقت أنت محتاج وعايز ولازم يوثق لك اللي أنت عايز تعمل فبالتالي إبلوني بشروطي أنا يعني الكنيسة تقبل الواحد والواحد لا يقبل المجموعة الكل ده حتى ده هو المنطق هل ده هو الحرية الفكر نعم أن الواحد يفرض على الآخرين بس شيء منفت للنظر أنه أنت بترفض النظام وفي نفس الوقت عاوز من النظام أنه يوثق لك أنه يديك الشرعية يعني أنت بترفض الشرعية وفي نفس الوقت أنت برضو محتاج لها مضطر أنك أنت ترجع لها تاني لأنه يعرف تماما أنه طالما هو بر الكنيسة بر هذه المنظومة الروحية فهو حاسس أنه فيه نقص نقص روحي طبعا فأنا عاوز أطمئن أن أنا ماشي صح أنا عاوز الأبدية طيب يا عزيزي الأبدية فيها تضحيات الأبدية فيها التعليم الأبدية فيها وصايا المسيحة أعطى وصايا والوصايا دي بتعيشها الكنيسة من فجرها الأول نعم فإنت كسرت الوصية تعالي ارجع ما فيش مشكلة كلنا بنغلط وكلنا بنرجع و بنتوب و بنقدم توبة للرب لكن لا أفرض خطأي على الكنيسة أو على المسيحية نعم هي دي القصة يعني بتكمل الفكرة بتاعتها أختنا المباركة فيبي وبتقول واحد مش عايزك كرجل دين تعمل مراسيم فرح ولا تحط إيدك عليه أو على مراته هل هتفرض نفسك عليه بالعافية هل عندنا في المسيحية إجبار الناس بالعافية على حاجة هل عندنا زي السعودية شرطة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وهو عندنا في المسيحية تكسير وصايا المسيح له كل المجد و عندنا في المسيحية أنه ناخد جزء من الوصايا و نرفض الأجزاء الأخرى طيب ما إحنا عندنا في المسيحية والقيم الأساسية تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب الوديع و المتواضع القلب ده كلام المسيح بنقول لا إحنا الكنيسة فيها أشياء مش مزبوطة التعليم دي مش مزبوطة ما ينفعش الزواج المسيحي خلينا نمشي نزوج و نكتب اسمنا الاثنين يكتبوا نكتب اسمنا إحنا الاثنين كزوج وزوجة برا إن شاء الله ما عايز أن يسيب بعض في أي وقت ينسيب أنا يروحي أو يروح أي شخص لكن زي ما أنت حضرتك بتقولي هو عندنا في المسيحية بفرد حضرتك ما تفرضيش على الكنيسة أو على المسيحيين صحيح المسيحية هي العقيدة الوحيدة التي لا تجبر أي شخص على أي شيء العقيدة الوحيدة صحيح ما عندناش الصلاة إجباري ما عندناش الصوم إجباري لأن القضية قضية حب لله عاوز تصومه الصوم قدامك صوم ما فيش حد مسؤول عنك ولا حد يمنعك وما عندناش الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ومعاقبة الصايم وتارك الصلاة يوجلد ولا يقتل ولا يكفر لا يوجد عندنا هذا الأمر مسيحية لا تجبر أي شيء أي شخص بس خليني أوافقك على كلامك في الأول ما فيش حد يفرض على حد حاجة مش عاوزها موافق بس حضرتك مش ملتزمة بده صحيح يعني عاوزة الزواج المدني براحتك بس ما تفرضهوش على الكنيسة ما تفرضهوش على المسيحين ثم عاوزة تلتزمي بالمسيحية برضو براحتك بس كلها نعم مش تاخذي وصية للمسيح وترفضي وصية أخرى بتروحي تنتمي لنقابة أو مؤسسة عالمية بتبقى مطيعة وخاضعة وغلبانة صحيح وعلى المسيح عاوزين نعم الأسود نعم في المسيحية عندنا الالتزام بالحياة المسيحية مش يعني الموضوع كده بدون نظام عندنا نظام ترتيب الكتاب بيقول ترتيب بلاياقة عندنا قيم روحية ومبادئ أساسية للزواج لن نتخلى عنها إطلاقا هذه مبادئ كتابية ليه بقول لنا نتخلى عنها عشان في الكتاب المقدس عارفة لو تعليم شخص سهل تخلى عنها ما واحد غلط في التاريخ وعلمه خلص ده مش عايزين واحد نعم لا ده كلام موثق في كلمة الله مش هنسيبه ولو حد سابه برضو برحته بس ما يفرضوش علينا صحيح تقول رابعا بخصوص الزواج والطلق من حق كل إنسان يفهم اللي هو عايزه من آيات من حقه يوعظ به وينادي به ويكفر ويهرتق اللي مختلف معه ده لو أنت عايزه بس إحنا مش هنعمل كده ولا الكنيسة بتعمل كده يكفر يعني لكن مش من حقه يفرضوا بقوة القانون فهموا على الآخرين اللي مش مقتنعين بكلامه لا مش هنفرضه يعني الإعادة والتكرار في ذات الموضوع ذات القضية هل الدكتور خالد منتصر ما كانش يعرف إنه الكنيسة لا تمنع مسيحي من الزواج المدني مفروض عارف وإن كان لا يعرف فمشكلة أنه يتبنى صحيح مقال بهذه الطريقة صحيح ولا ولا إنتوا عاوزين نلغي الزواج المسيحي تماما خلينا بز في الزواج المدني ليه يبقى السؤال لماذا أغلب المسيحيين أغلب أغلب معظم مبسوطين بالزواج المسيحي بيحبوا ياخدوا ياخدوا هذا العهد أمام السيد الرب مبسوطين به مبسوطين أن يحققوا كلام الله ليس بعد سنان بل جسد واحد أنتوا ليه مش عايزين ده ورغم ذلك مش عايزينه برضو براحتكم لكن لا تفرضوه على الآخرين هو من رابعا وضح أنا بالنسبة لي ابتدت أفهم ليه هي رافضة أو الفئة دي رافضة من كلمة الزواج والطلاق خلاص هو الموضوع بيجي فيه مش مجرد زواج ما وراء الزواج صحيح خلاص مش عايزين نعيش مع بعض يلا كل واحد يروح يشوف يشوف حاله يتزوج بعد كده مرة تاني مفيش مشكلة خلاص ما هو حر بس الزواج المسيحي مش هيحقق له ده بالضبط كده الزواج المسيحي لن يحقق له سهولة الطلاق صحيح أنه لأي سبب منين مختلفين مع بعض نعم ليه لأن الزواج المسيحي لما جم يتزوجوا في الكنيسة هم عارفين الاثنين أنه هذا الزواج بلا انفصال وبدون طلاق موافقين ده بيمضي كل واحد فيه أنت عارف أنت فيش حد خدعك أنت أقريت وأنت مرتاح وأنت مبسوط وأنت راضي وأنت اللي اخترت نعم وهي اللي اخترت صحيح والاثنين مع بعض اتفقوا أن يعيشوا حياء إلى الأبد مع بعض نعم يعني إن كان من ناحية العقد بعيد عن العهد وبعيد عن القيم الروحية فأنت العقد قدامك وكنت عارف وانت شايف وانت فاهم أن الزواج المسيحي زواج دائم لا يفصل إلا بعلة الزنا بعلة الزنا بجوانب بقى نعم طيب على أي أساس بعد كده أنت بيدقول لا احنا خلينا يعني لا نلتزم بهذه الجزئية طيب ما هو ده الزواج المسيحي هو ده الزواج المسيحي كده في شيء اسمه بطلان زواج مش طلاق بطلان زواج يعني لو حد حطوله مسدس على دماغه لازم تزواج فلانا من حقه ده بطلان زواج ليه بنقول ليه سميتوه بطلان زواج يا مسيحيين مش في عقد آه في عقد بس إحنا عندنا الزواج مش ورقة ما كان الزواج العرفي ينفع والناس تخلص مش ورقة اتنين بيكتبوها مع بعض وإلا هذا أيضا فيه ورقة وفيه عقد وتزواجة بس الزواج تحت تهديد السلاح طب ليه انتو يا مسيحيين بتقولوا ده مش زواج مع انو في عقد هو مكتوب لانو بنؤمن ان الروح القدس روح الله لم يحل على الزوجين لم يبارك هذا الزواج ليجعلهم واحد فده ما حصلش يبقى أصلا ما حصلش زواج لأن الزواج مش ورقة الزواج حلول روح المسيح واضح كده نا وإلا كان يعتبر زواج صحيح لا عندنا ده ده فيه بطلان زواج الكذب الخدع فيه بطلان زواج يعني مثلا واحد يكون ما عنده قدرة زوجية للزواج أو هي شايلة الرحم وفيش حد يقول للتاني بطلان زواج لأنه فيه خدع وروح المسيح لا يحل في الخدع فإذا الزواج لم يتم بطلان هذا الزواج هذا لم يحد الزواج عشان يكون فيه طلق وهكذا تدليس والإقراه والحاجات دي فيه بطلان زواج فهنا بنشوف أنه الأخت المباركة بتقول ما تفرضوش علينا حاضر بس برضو حضرتك ما تفرضوش علينا لو سمحت إحنا مش موافقين أن إحنا كمسيحين نعيش بزواج مدني فقط لأنه ما الذي يميزك إلا أنت أنت مسيحي يعني ما خلص شابهنا العالم بقى في كل شيء دا ما يمنعش إنه لو في واحد من العابرين ظروفه لا تسمح الآن في بلد إسلامي ما مش لاقي مكان يتزوج فيه مش لاقي ذي الوقت كنيسة مش لاقي حد يقود إلى إلى مجموعة مسيحيين عشان يقيم زواج مسيحي دا ممكن هو ظروفه كده معيني أعرف الالتزام في كل العابرين اللي أنا عرفتهم عاملوا زواج مسيحي في كل العابرين لكن إلى أن يجد الزواج الكنسي يمكن أن يعني يكتفي بهذا الزواج المدني إلى أن زي ما بنقوله أنا مؤمن بالمسيح وعاوز أتعمد واصل حياتك المسيحية إلى أن تأتي فرصة العماد وتتعمد واصل حياتك دي لحد ما تتعمد وتتزوج لا فيش مشكلة دا حتى العابرين اللي بيجوا من خلفية إسلامية بيتعمدوا بيتزوجوا نعم فإذن صعب أن أنت تلغي هذا الرائع هذا الجميل هذا المقدس هذا العهد عشان نحط مكانه عقد ممكن أنا براحة تقوله سلام سلام نعم وهذا ما يعاني منه الإنسان في أماكن كثيرة أنه في الغرب دلوقتي ناس كثيرة ثابت الزواج المسيح صحيح يصحى الصبح بدري أو هي تصحى الصبح بدري أنا مش عارف مش عايز أكمل مع السلام مع السلام ما فيش شيء بيمسكه يقام فقط يعني بعد كذا يبتد يمشي في الإجراءات القانونية لفصل هذا الزواج المدني نعم لكن ما في شيء بيربطه ما في شيء بيجبره الشيء الغريب أنه يعني سمعنا من أخوات مسلمات كثير أنه يا بخت النصارى بالزواج بتاحه يا بخت المرأة المسيحية بالزواج بتاحه بس تطلع واحدة مسيحية تقول لك أنا مش عايز الزواج المسيحي طلق ويلا ويخلص الموضوع عارف ليلا أنه الأخت المسلمة عارف قيمة الزواج المسيحي لأنه عارفة أنه ده بيتها مش هتطلع منه وعارفة أنه هي موجودة ده كان العرش بتاعها وأنه الزواج قائم على الاستمرارية نعم وأنه ما فيش شيء اسمه طلاق بكلمة فبالتالي مبسوطة فرحانة المسيحية فالتاني بتقول لها يا بختك يعني نعم فلا إحنا نسيب ده الحلو ده قال ليه على أي يعني يعني أريد المبرر ليه أنا أسيب الحاجة الحلوة عشان مش عارفة عيشها ومش عاوزة عيشها مش قادر عليها لأ فيه ناس عايشين وفرحانين بها ومبسوطين بها وكل أجدادنا وآباءنا عاشوا الكلام ده صحيح أنتقل إلى خامسا بتقول شمعني يعني ده بالذات في الآيات اللي مصرين يطبقوها بالعافية على البشر برضو وقلنا ما فيش عافية حتى سيب الجزئة ده المسيح قال كم من الآيات كثير جدا وس وسيبين كل واحد يفهموا بطريقته شمعني ده عملوها سيبين كل واحد يفهم بطريقته اللي قاله المسيح شمعني ده عملوها قانون وفرضين على الناس رأيهم بالعافية ومنعين حتى أن الدولة تعمل زواج مدني بعيد عنهم ليه مثلا ما نحطش تفاسير باقي الآيات في قوانين تفرضها الدولة على الناس بالعافية هي الدولة حطت الزواج عشان تفرضوا بالعافية بعدين لما تقول شمعني ده عملوها مين آل دي بس هو المش متعمد بدخل الكنيسة عادي ويواصل حياة المسيحين مين آل بس هو الزواج لا من الصعب بالرد على كلام مش مرتبط مع بعضهم من الصعب بالرد على كلام ينقص الكثير مع احترام للأخت في بنا تتكلم عنها هي تتكلم عن الكلام ده صحيح يعني الواحد بيعاني أنه يجد الردود لأنه الكلام سطحي جدا اش معنى ده عملوها قانون يبقى طب ايه فكريتك عن المسيحية هو كل شيء مرتب في حياة المسيح المرتبط بكنيش المعمودية هو هل ليس لها نظام وليس لها شروط ما هي من كلام المسيح مين اللي قال احنا بس مسكنا الزواج نعم وسبنا المعمودية التناول ما عنده الشروط التوبة ما عندها الشروط هو الذي كلها كده على كل واحد على كيفه في تعاليم أساسية راسخة موجودة ما هي التوبة ما هي متطلباتها ما هي السلوك فيها ما هي المعمودية شروطها كل ده كل ده موجود مش بس موضوع الزواج المسيحية في جملتها لها نظامها الروحي الرائع جدا يبقى لما بتقول يعني ليه بس الزواج لا مش بس الزواج وكل الطائف المسيحية كده يعني أي حد في طائفة المسيحية عايز يتعمد مثلا سيبك من الزواج نعم ما هذا فيه فيه برضو نظام وفيه خطوات وفيه وفيه صحيح ليها برضو النظام بتاعها وليها صلاتها هل أعتقد يعني أن الأخت فيه بلا تعرف تعرف طب فإن كانت تعرف ليه بس ماس كموضوع الزواج لا ندل بهم خلاص يبقى إذن لا تفرضي جزئية خاصة بحضرتك على المسيحيين أو على الكنيسة ونحن لن نفرض عليك الزواج المسيحي إطلاقا كل واحد له حريته سادسا هل فيه زواج مدني أساسا في أي دولة بالعالم له علاقة بالكنيسة أمال اسمه مدني ليه ده هي كلامة هل مثلا اللي بيتزوج مدني بعد ياخذ موافقة الكنيسة هل حضرتك سازج لا هو حضرته مش سازج لكن الحقيقة السؤال هو اللي سازج اللي رايح تزوج مدني هو بيقول الكنيسة بايبان مش عايزك يعد على الكنيسة ليه ولا حد بيجبره رح زوج براحتك مدني على أي أساس حيروح للكنيسة يعني ياخذ منها إذن حضرتك ذكرت التصريح من شوية آه طبعا لازم الكنيسة تعطي التصريح لازم لن تقبل الكنيسة زواج أي مسيح إلا معاه تصريح فواحد يقول لي معقول أقول له طبعا عارف ليه لأنه قبل التصريح ده بيكون واحد عايش في أوروبا أو عايش في مصر متزوج ومخلف وبيروح بلد تانية بيقول عايزة تزوج فبيرزوجه على أساس إنه صادق يكتشف بعدين لا ده ده مزوج ومخلف فراح الكنيسة عملت قالت لا الأسيس لو ما عنده تصريح من المكان اللي عايش فيه الشخص من الأسيس اللي بيعرفه ده فلان كويس مش متزوج ما فيش أي شيء يمنع زواجه ما تزوجوهوش لو ما عندهش تصريح يبقى التصريح يا أخت المباركة دا للحفاظ على المرأة علشان البنت المسيحية الغلبانة لا تخدع ده مفروض حضرتك تفرحي بيه اشتزعلي لما نقول ما فيش زواج إلا التصريح يعني إيه تصريح مش يعني ده صر رحول وده لا يعني تصريح من المكان اللي عايش فيه الشخص المسيحي رايح الزوج في دولة أخرى طبعا لو حيزوج في مكان هو مش محتاج تصريح خلاص الأسيس عارف وده ابن المكان لا رايح الزوج في دولة أخرى أو في مدينة أخرى بيقولوله طيب مين يعرفك لا أنا عندي تصريح أو فلان الفلان ويتم التأكد أن التصريح صحيح طالع من الكنيسة الفلانية التي بينتمي له هذا الشخص ده تفرحي به مش تزعلي علي هل فيه زواج أساسا اسمه مدني له علاقة بالكنيسة لا ما فيش الزواج المدني مكمل في حياتنا كمسيحين للزواج الكنسي المسيحي الملتزم في الغرب والشرق لازم يتزوج في الكنيسة الملتزم الملتزم طبعا وهو مرتاح لكده يعني بتقول هنا الجزية اللي أنا قلت حتعرض لي بتقول عمر ما أي طائفة من الطائف المسيحية التلاتة تجرأ أن تحاول عرقلة الزواج المدني في أي دولة من الدول الغربية لكن لعلمها بها شاشة الدولة المصرية وعلم مدنيتها وعدم مدنيتها دست مواد بالدستور لتضمن فرض آراءها بالقوة على الرعية حلوة كلمة دست نعم طيب يعني لو رحنا روسيا مثلا الكنيسة في روسيا تقبل الزواج المدني بدون زواج كنسي وتقول له تعالى أنت الزواج مدني مرحب بك في الكنيسة كسرت شرط من شروط المسيحية تعالى حتقول له كده ممتاز برافو عليك لو راح المسيحين اللي في أمريكا بيروح يتزوج مدني بيدخل الكنيسة بتقول له برافو مبروك بيقدر يعيش وسط المسيحيين كمسيحي ولا مجبور يتزوج مسيحي مجبور هشاشة الدولة ايه حضرتك ما عندك ايش فكرة انا عايش في الغرب ليا 25 سنة اعرف هذا الكلام الكنيسة المسيحية لها نظامها حد عاوز يتزوج مدني بس تقول له براحتك لكن لا تأتي وتفرض على الكنيسة في الغرب او الشرق اشكر الله ايش تفيدها الكثير جدا فبالتالي كلام حضرتك غلط مين اللي قال ما فيش ولا واحد من الطوائف التلاتة اللي بره مين اللي قال كلام لا الكنيسة مثلا التي انتمي لها والتي اصلي فيها هي ملتزم اي مسيح في الغرب اي مسيح فيها الزوج مدني يزوج كنسي الزوج كنسي يرجع يزوج مدني عشان يعيش الحياة المسيحية لا يقبل يا اختي كلامك مش مزبوط مع احترام ليكي عمر ما اسمعنا المسيحة وتلاميزه بيفرضوا اراء بقوة القانون الروماني على الناس دامش في الانجل ده في كتاب بالمناسبة كتاب قبل النظيرة ياما ستر بيوت كتير يعني لانه في كان ستات ما بعرفوش الدخ بس بيوش اطرين بكتاب قبل النظيرة فكتاب لا تستهيني به يعني مش عشان هو كتاب طبخ يعني برضو علم وعلم يحترم ده كلام بتاع وحدة عايزة تعالد قضيتها يعني هل ده الكلام يتناسب مع القضية اللي هنت تتكلم ده الكلام الراقي خلينا نجيب الكلام بتاع الحلقة اللي فات ده الكلام الراقي اللي مطلوب مننا ان احنا نرد عليه برقي اوادين بنرد برقي رغم انه فيه كلمات هنا غير راقية صحيح لكن احنا يعني بتناقض نفسها لو ما اقتنعتش لو ما اقتنعش المسيحين بكلامي يبقى كلامهم كتاب ابن النظيرة سؤال اعطيني دين واحد لحضرتك كلام ده سؤال موجه لحضرتك يا اخت فيبي تحديدا على الارض والاديان مالي الارض فيها الزواج بمراسم مدنية فقط فقط الدين دين واحد قولي لقاء الدين الفلاني ما بعملش مراسم دينية انا نشوفه نائر عنه المسيحية لنت تتخلى عن الزواج المسيحي يا اخوة لانه الزواج المسيحي مش ورقة ولا مجرد عقد بين فردين ما الزواج العرفي زي ما ذكرت ورقة برضو صحيح من هو يوافق عليها صحيح الزواج المسيحي فيه عمل مقدس يجري بروح المسيح هذا ايماننا وده المحور الثالث اللي عاوز انتقل لي بسرعة اذا سمحتيلي تفضل مفهوم الزواج المسيحي زي ما انتم شايفين كده ده المحور الثالث والاخير زواج المسيحي يرجع اساسه الى الخليق بداية الخليق تصوري اروح لسفر التكوين 18 21 وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معين نظيره فاوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام فاخذ واحدة من اضلاعه وملأ مكانها لحما وبعد كده يكمل وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امرأة واحضرها الى ادم فقال ادم ده ادم اللي بتكلم زمان قبل المسيحيين بقول هذه الان عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لانها من امرئ اخذت لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا يكونان جسد واحد طيب ليه ما بيفترقوش هل الكلام ده اللي انتو بتقولوه انه ما يفترقوش ده كلام احنا اخترعناه المسيحيين ولا كلام في الانجيل المقدس الكلام الذي قاله آدم جاء وثبت عليه المسيح له كل المجد ثم قال جملة غاية في الاهمية غاية في الاهمية ماذا قال في متى تسعتاشر ومرقص عشر بقول ولكن من بدء الخليق ذكرا وأنسى خلقهم الله مش ذكر اربع أنسى مش أنسى زكرين الزكر وأنسى خلقهم الله من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامراته ده كلام المسيح له كل المجد ويكون الاثنان جسدا واحدا ده كلام آدم لحد هنا آل المسيح نعم ثم المسيح وضع بصمات الألوهية بروعة وبجمال فقال إذن ليس ليسا بعد اثنين بل جسد واحد بكرر ثم يقول فالذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان يبقى الزواج في فهمنا المسيحي جمعه الله عمل إلهي مش عمل بشري نعم ده كلام المسيح حضرتك بتقول هو المسيح بعثه مزوجه دهو كلام المسيح حط القيم الأساسية للزواج هنا لازم نقول جزئية في الزواج المسيح عفهمنا اللاهوتي عنه ده الكتاب طاب اللاهوتي أن آدم أخرجت حواء من جنبه ضلع وبناها الرب الإله امرأة وأحضرها إلى آدم وكأن الرب الإله هنا هو أول من أقام مراسيم الزواج فأحضرها إلى آدم أول شخص أقام مراسيم الزواج هو السيد الرب نعم ففي المسيحية العمل الإلهي هو مرأة الإنسان بكم ما يعرفه ولا أريبته ولا شافه في العمل المسيحي في إيمان المسيحي أن الزواج هو إعادة المرأة مرة أخرى إلى جنب آدم بالروح القدس بعمل الله ما جمعه الله في جسد واحد لكذا يسمى جسد واحد لأنه أعيدت مرة أخرى إلى المكان الطبيعي اللي كانت فيه ليسا بعد إثنان مش روح واحد جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان طيب هنا هو يعني الرب الإله لو كان عاوز يعمل زواج مدني كان ممكن يحط له يعني طربيزة كده وشوية ملايكة ويعمل زواج يسيبهم هم يعملوا زواج المدني أو كان بعد ما خلق آدم حوى خلاص كان سابة ما يحضرها إلى آدم فآدم يلتقي بي حوى ما موجودة معه نعم لا هو الذي أتى نعم وكان ممكن بالمناسبة مش لازم تطلع من جنبه يعني خلاص وهم اتنين سيكتبوا عقد صحيح بالزبط لا أنك تطلع من جنبه صحيح وترجحها لتاني هذا لا دمعناه في اتحاد إحنا مش شايفينه في أمر بيحصل وآدم فهم الكلام طبعا هو آدم اللي قال الكلام صحيح يعني العملية نفسها هو فهمها وترجمها لأنه كان في إعلان لآدم طيب أعلن لآدم هذا الأمر علشان كده المسيح علقته بالكنيسة هي عروسه ففيها نفس المفهوم تماما على الصليب في يحنى 19 لكن واحدا من العسكر طعن جنبه جنب المسيح بحربة وللوقت خرج دم وماء فالكنيسة خرجت من جنب المسيح كما خرجت حواء من جنب آدم هذا الأمر لم يمر على الوحي يعني مش الوحي كتبوا هنا بالصورة دي وسابوا لا الوحي نبر عليه في رسالة أفسوس بقول أيها الرجال أحبوا نساءكم ده مش حيقولوا في المدني بالمناسبة مش حنلاقي الكلام ده في المدني بس هنا في الكنسة يقال هذا الكلام كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها يا خبر يعني في الزواج المسيحي المسيحية تعلم الرجل أنه يموت من أجل زوجته نعم مش لو جعان يأكل دراعة يحل له أنه يأكله لو جعان لا ده في الخطر هذه كلمة الله اللي عايزين تقوله نسيبا نروح للزواج المدني ده في في الزواج المدني هذا الرائع هذا يعني الجيد فوق مستوانا فوق مستوى أننا نعلم تعليم زي ده فهنا بيقوله زي ما المسيح مات من أجل الكنيسة أسلم نفسه لأجلها نعم أنت تحب زوجتك إلى هذا المستوى نعم ثم يقول كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه فإنه لم يبغط أحد جسده قط بل يقوت ويربيه كما الرب أيضا يعني جاي بالكنيسة اللي خرجت من جنبه نعم زي آدم وحوى حاطتم إيه بيقول زي هنا هنا نعم ويربيه كما الرب أيضا الكنيسة لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه الله درجة لكلام آدم هذه عظم من عظمي هذه لحم من لحمي يبقى لو عظم من عظمك ولحم من لحمك يبقى أنت هتعتني بها وحتهتمها وتحبها وتموت من أجلها لأنه حتى منك ده جسد واحد ده جسد واحد صحيح صحيح هل ده هو المفهوم بتاع الزواج المدني ده الحلو ده نشيله ونحط مكانه الزواج المدني يبقى إذن حتى في أفاسوس ده سأكمل بعض الشيء لأنه مهم من أجل هذا يترك الرجل أبا وأمه رجع لآدم نعم ويلتصق بامرأته ويكون الإسنان جسداً واحداً ثم يقول كده هذا السر عظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة يعني ده أمر عجيب وفيه عمل روحي وإن كنت أنا الهدف بتاع ذي الوقت أتكلم عن المسيح والكنيسة لكن حطيت المرأة والرجل عشان تفهموا أنا قاصد إيه في أفاسوس خمسة برضو 33 يقولوا أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما المرأة فالتهب رجلها إهداء الزواج الكنسي يبقى هو الموضوع مش عقد مش ورقة بتتكتب ده في عهد والعهد ده من أيام العهد القديم من زمان خلينا أجيبه من العهد القديم عشان الوقت منها يسرقني بس في ملاخي 2 13 إلى 16 تشوفوا معانا الأخوة الأحباء اللي بيقولوا عايزين زواج مدني بس بيقولوا وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ فلا ترعى التقدم بعده ولا يقبل المرضي من يدكم فقلتم لماذا يعني هنا ربنا بيقول لهم بصوا ابكوا زي معازين واصرخوا وتضرعوا وقدموا زبائح وقدموا تقدمات مش هقبل شيء من يدكم قلت ليه تخيلي كان الموضوع موضوع الزواج قال لهم ايه من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك عهد 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 فاحذروا لروحكم ولا يغذر أحد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل يعني هنا إحنا لو ركزنا على الشاهد هو ربنا بينك وبين امرأة شبابك وحدة وحدة أنا أتزواج وحدة حتى في العهد القديم التي أنت غدرت بها امرأة عهدك يكره الطلاق مش هقبل منيكو زبائح ولا صلاة ولا تقدمات عشان أنت غدرت بامرأة شبابك عشان أنت غدرت بزوجك عشان مش عايزين تعيشوا وفق الزواج اللي أنا حطوا من البداية وبتغدروا بعضكم لبعض بتيجي تصليها مش هقبل منك حاجة نيجي النهاردة بكل بساطة أمام هذه الأمور الكتابية اللاهوتية الواضحة ونقول لي إحنا مش عايزين زواج مدني خلينا فقط في الزواج الكنسي ده البحث عن سهولة التخلص من شريك الحياة مش عايزين كنسي خلينا في مدني مش عايزة أرتبط بأي قيود إذن لم يكن أسمى ما في فكرة الله أنه يسيب الإنسان تايه بدون ما يحط له قيم للزواج لا بالعكس فكرة الله السامي أنه يضع الأمور في نصابها ويساعد الإنسان حتى ولو الإنسان سلك أي أمر آخر لكن ده مش فكرة الله ده فكر الكتاب طبعا الموضوع حلو جميل ويمكن فيه خدام أفضل مني كسر يستطيعون يعطوا فيه الكثير لكن اللي عاوز أرجع للنقطة الأساسية أن الزواج المسيحي ليست ورقة مش عقد أنا فلان وده فلانا وده يمضي هنا وده يمضي هنا وتتسجل في الشهر العقارب يبقوا دول اتنين إحنا نؤمن أن دول ليس بعد إثنان بل جسد واحد نعم هم اتزوجوا زوجين في عين المجتمع بس في إحنا بنتكلم روحيا وتعاليم المسيح لسه اتنين نعم لكن إحنا بنقول في التعاليم المسيحية ليس بعد إثنان بل جسد واحد فالذي جمعه الله يعني هو اللي بيجمع لا يفرقه الإنسان عشان كده الاجتماع يعني لو شخص دمو أخذ يعني في التعبير زنى فهو مع هذه الزنى جسد واحد في النجاسة لكن في البرو القداسة فقط في الزواج المسيحي بحلول روح المسيح نعم إذن ليس في النجاسة إنما هنا في حلول روح المسيح طيب قبل ما ينتهي الوقت لأنه خلاص إحنا بحوالي دقيقة ونصف هي تكلمت عن التفاسير دلوقتي كل الآيات اللي انت سقتها دي محتاجة إيه التفاسير يعني أنا لما أقرأ الآيات اللي انت جبتها دي إيه التفسير اللي أنا ممكن أطلع به مخالف عن عقيدة الكنيسة ومفهوم الكنيسة هو طبعا للعاوز يعني يفهم هيصل إلى أنه ده الموجود هو المعروف أصدقى ده مش شيء جديد يعني اللي فهمته يعني الموضوع الموجود في الكنيسة موضوع الزواج أو غيره هو ده القديم الموجود من ألفين سنة لا سيبك من الموجود القديم أنا دلوقتي بتكلم الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان يبقى الزواج المسيحي الله هو عامل أساسي فيه طبعا طبعا هي يعني أنا مش جادر أنا أتوصل لفهمها هي فهمتي أي من الحتة دي الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان ما مش عارب إيه التفسير اللي ممكن يتفهم غير المفهوم المسيحي ده صحيح اللي عاشته الكنيسة ومارسته ده صحيح الله شاهد بينك وبين امرأة الشبابة صحيح إيه اللي أنا ممكن أفهمه غير كده ده صحيح أتفق معك على كل يوم بشكر لأن الوقت انتهى الوقت انتهى محبتنا للجميع وأن اختلفنا محبتنا للدكتور منتصر وللأخت فيه بالرضي بارككم شكرا لكم شكرا لكم مشاهدينا المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير تابعونا الحلقات الجاية وفي ردود تانية اشتركوا في القناة